مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدال انهيان رئيس دولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان ولوعد بوظب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدأت بلدية مدينة بوظب اليوم تسليم المساكن الشعبية إلى المواطنين في إطار عزمها تسليم 1463 وحدة ساكنية و2432 قطعة أرض في مدينة أبوظبي وعرب سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن امتنانه وشكره لقيادتنا الحكيمة الحريصة على تقديم كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات وترسيخ قيم الحياة السعيدة والكريمة حيث قام بتسليم مفاتيح المساكن الجديدة إلى المواطنين بنفسه والإشراف التام على إجراءات التسليم وأضاف أن هذا النهج الحكيم الذي تتبعه قيادتنا الحكيمة يؤكد ارتفاع مؤشر السعادة في وطننا وفي أسرتنا الإماراتية المتماسكة والمؤمنة بقيادتها الحكيمة السائرة على نهج المؤسس المفور له بذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثرى والذي استنى هذه السنة الحسنة فأصبح أبناء دولة الإمارات أولوية قصوى في كافة المشاريع والقطط التنموية والتطويرية وأوضحت البلدية أن نسبة التوزيع في اليوم الأول لاستقبال المواطنين والمواطنات بلغت أكثر من 60% مشيرة إلى أنها تستهدف تسليم جميع المساكن في وقت قياسي وذلك مرتبط بمدى إقبال المواطنين وظروفهم الخاصة التي تسمح لهم بمراجعة البلدية لإتمام إجراءات استلام البيوت بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدا لانهيان رئيس دولة حافظه الله برقية تهنئة إلى فخمة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية بمناسبة ذكر استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لانهيان وليو عهد بضب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة الممثلتين إلى فخمة رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية انطلقت يوم أمس بطولة كأس دبي العالمي للخيل على مضمار ند الشبة في دبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد لمعنة عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وإلى جانبهما عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وملاكن خيل من دولة الإمارة ومختلف دول العالم الزميل أيمن مصبح كان هناك ووافانا بالتقرير التالي كأس دبي العالمي الآن وقت الحماس ووقت التصفيات ووقت النجاح والتفوق ووقت للإثارة أصوات الجماهير الموجودة في المدرجات تتعالى بسباق كأس دبي العالمي تعالوا لنتابع مجريات هذا السباق عبر شاشة قناة الضفراء حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سمو الأميرة هيى بنت الحسين وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة النهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة الدبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية كما وحفر البطولة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وملاك الخيل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم وأكثر من ستون ألف متفرج غصت بهم مدرجات وساحات مضمار سباق الكأس بمنطقة ند الشباب دبي أنا سعيد كثير أني اليوم مشارك في ابتتاح كأس دبي العالمي وفي اليوم الرياضي المهم في تاريخ دولتنا الحبيبة وكذلك أنا اليوم سعيد بتقديم أغنية من كلمات ومن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوم بأسم العاديات دائما ما يشرفني ومن حسن حظي أني أنا أغني من قصائد سيد صاحب السمو الشيخ محمد الراشد وتقديمها لأني أغنيها هذا في حد ذاته شرف وأنا سعيد كثير أني أنا اليوم أشارك في هذا الحدث وسعيد حقيقة بكل حدث على مستوى دولة الإمارات أو على مستوى الخليجة والوطن العربي يسعدني ويشرفني أني أنا اليوم أقوم موجود هنا هذا وقد افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بكلمته فعالية بطولة كأس دبي العالمي للخيل مرحبا بالضيوف ومتمنيا التوفيق للجميع وللمشاركين في البطولة الأغلى والأشهر على مستوى سباقات الخيل العالمية كما وتخلل بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورته الحادية والعشرين لحظات رائعة ومنها عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إيدانا بافتتاح الحدث وكذلك عدد من اللوحات الفنية الرائعة التي امتزجت فيها مشاعر الفخر والسعادة والانتماء للوطن والفخر بالحدث الكبير الذي تستضيفه الإمارة والسعادة بالإنجاز العظيم الذي حققته دولة الإمارات حيث تجملت ساحات ميدان بالألعاب النارية المصاحبة للحدث مقدمة صورة بهية تنير فيها دروب الخيل ومضمار التحدي الذي يزين تاريخ الفروسية في دولة الإمارات وفي ختام البطولة التي فاز فيها الحصان الأمريكي كاليفونيا كروم بالشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي للخيل في دورته الحادية والعشرين والذي تبلغ جائزته الإجمالية عشرة ملايين دولار أمريكي منها ستة ملايين دولار للفائز الأول الذي تعود ملكيته لكي بولبيت متغلبا على أحد عشر خيلا من دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وفرنسا واليابان والصين وروسيا كما وفاز الحصان كاليفونيا كروم إلى جانب الجائزة المالية بالكأس الدهبية التي يقدر ثمنها بنحو ربع مليون درهم مشاهدي ومتابعي قناة الضفرة حياكم الله من يديد وتسع جولات حاسمة حسمها مضمار كأس دبي العالمي هذا المضمار الذي شهد العديد من البطولات في إمارة دبي كأس عالمي وبطولة عالمية تتوجها إمارة دبي اليوم شكرا على حسن المتابعة كان معكم من فندق ميدان في إمارة دبي أيمن مصبح قناة الضفرة حضر صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العالى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ صعود بن صقر القاسمي عضو المجلس العالى حاكم رأس الخيمة ظهر اليوم مأدوبة الغداء التي أقامها سعادة عبدالله محمد بن قضيب الزعابي في منزله بمنطقة الرفاعة في الإمارة على شرف سموهما كما حضر المأدوبة إلى جانب سموهما معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس أهيئة الفجيرة لثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والمهندس الشيخ سالم بن صلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة طيران المدني برأس الخيمة والشيخ صقر بن عبدالله بن حمد القاسمي إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والمدعوين حضر صاحب باسم الشيخ سعود بن صدر القاسم يعوض المجلس العالى حاكم رأس الخيمة حفل الزفاف الذي أقامه سيد سالن بن حروز عن الخنبول الشحي في الساحة أمام منزله بمنطقة وادي البيح في رأس الخيمة منسبة زفاف نجلة عبدالله إلى كريمة سيد سعيد راشد علوان الحبسي كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن باركال الهيان وزير ثقافة وتنمية المعرفة والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة طيران المدني والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري إلى جانب عدد من عيان البلاد والمسؤولين والشخصية وأبناء القبائل وأجمع من المدعوين وقدمت الفرق الحربية والرواح الفنونها التراثية الإماراتية وذلك ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة تحت رعاية وحضور صاحب اسم الشيخ صعود بن صقر القاسمي عضو المجلس العالي حاكم رأس الخيمة منظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حفلة تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي الدورة العاشرة 2015 وذلك يوم الأربعاء المقبل من مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية يحضر الحفل رؤساء ومدراء جهة الحكومية والخاصة وموضعي حكومة رأس الخيمة بالإضافة إلى مدراء جهة الاتحادية في الإمارة وأعيان البلاد وسيتفضل صاحب اسم الشيخ صعود بن صقر القاسمي خلال الحفل بإطلاق مبادرة تطويرية رائدة للارتقاء بالعمل الحكومي تشمل فئة جائزة التميز الحكومي 2015 الرئيسة الجهة الحكومية المتميزة في التحسين المؤسسي والدائرة الحكومية المبدعة والمبادرة الخدمية المتميزة وأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول والمشروع الحكومي المشترك المتميز وفئات الوحدة التنظيمية المتميزة وفئات التفوق الوظيفي وفئات تطبيقية استقبل سم الشيخ عمار بن حميد النعيمي وليوعهد عجمان اليوم في مكتبه في ديوان الحاكم سعادة إمانويل كامرانا كيسا منصلي عامي كندا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بحب سموه وللعهد القنصل العامي الكندي متمنيا له توفيق في أداء مهام عمله جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات وتطويرها لما فيه مصطحة الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وكندا من جانبه أثنى القنصل الكندي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مشيدا بتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين حضر اللقاء سعادة سالم سيف المطروشي نائب ومدير الدوان وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين استقبل أسم الشيح حمدان بن زايدان الانهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة البيئة أبوظبي بقصر النخيل معالم حمد أحمد البوارد الفلاصي وزير الدولة لشؤون الدفاع العضو المنتدب لهيئة البيئة أبوظبي بحضور سعادة رزان خليفة المبارك أمين عام الهيئة وطلع سموه خلال اللقاء على آلية ومحاور تطبيق استراتيجية الغابات التي تم اعتمادها في عام 2014 وتهدف إلى رفع فعالية إدارة الغابات من خلال التركيز على عدة محاور أهمها الاستغلال الأمثل للمياه لجميع مصادرها كما تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز دور الغابات في حماية البنية التحتية وتنويع استخدامات الغابات مثل أنشطة ترفيهية وتحويلها إلى غابات انتاجية لتعزيز دورها في الأمن الغذائي والبحث العلي يذكر أن هيئة البيئة أبوظبي تتولى إدارة 540 غابة تشكل من نسبته 98% من الغابات في الإمارة وتغطي هذه الغابات مساحة إجمالية قدرها 3.5% من المساحة الإجمالية للعاصمة أبوظبي كما واستقبل سمو الشيح حمدان بن زايدال انهيان ممثل الحاكم في منطقة الغربية في قصر النخيل في العاصمة أبوظبي وفدا تربويا برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم رحب سموه بالوفد التربوي معربا عن شكره وتقديره لما يقدمنه من عطاءات جليلة في دفع المسيرة التعليمية في إمارة أبوظبي وعددي أو إعدادي جيل على قدر عالم من الوعي يتمتع بأفضل المهارات والمؤهلات العلمية بالإضافة إلى دوره الفعال في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التقاليد والثقافة البحلية وتحفيزه على تطوير مهاراتهم المختلفة والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية وأكد سموه وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المستمر لأبنائنا الطلبة والعاملين في الميدان التربوي من جانبهم عبروا مديرو ومديرات المدارس عن شكرهم وامتنانهم للاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيح حنداب بن زايدال انهيان في تطوير المظومة التعليمية بالمثاقة الغربية ومتابعة سموه المستمرة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم والتزامهم بالتطوير الذاتي وتنفيذ الهداف التعليمية استقبلت معالي الدكتور أمال عبدالله الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في العاصمة أبوظاب اليوم معالي أركين أمير ألبك نائب رئيس لجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيس لجنة الصداقة الصينية العربية والوفد المرافق لا رحبت معالي الكبيسي في بداية اللقاء بوفد المجلس الوطني لنواب الشعب الصينية مؤكدة أن هذه الزيارة فرصة أو فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية من جهة وبين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الصيني من جهة أخرى تم خلال اللقاء التطرق إلى تطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وأخصة في المجالات التجارية والصناعية والتكنولوجية والطاقة والتنمية المستدامة بما يعكس توجهات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين واتفق الطرفان على أن التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يؤكد على اتفاق البلدين على هدف ورؤية واحدة تلبي مصالح البلدين وتعزز من فرص التعاون بينهما وتطرقت أيضا معاليها لنواب الشعب الصيني لسبل تعزيز العلاقات البرلمانية وأهمية تطويرها التقى الفريق اسم الشيخ سيف بن زايدال الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم في مكتبه دومينيك منورا سفير المملكة البلجكية لدى الدولة تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلجكا في مختلف المجالات الشرطية والأمنية حضر اللقاء الفريق سيف عبدالله الشعفار وأكيل وزارة الداخلية واللواء الدكتور ناصر الأخريبان النعمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حضر مع الشيخ الهيان بن باركال الهيان وزير ثقافة وتنمية المعرفة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن محمد السويدي بمناسبة زفاف نجله غانم إلى كريمة براهيم بن محمد السويدي كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء الدكتور أحمد ناصر ريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والضباط ووجهاء القبائل وجمع من المدعوين والمهنئين تضمن الحفل مشاركة فاقة العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي استقبل معالي الدكتور أنوار بن محمد قرقاش وزير الدولة الشؤون الخارجية جاياكا مريشو كيكوتي رئيس جمهورية تنزانيا السابق المبعوث السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا تناول اللقاء مستجدات التطورات السياسية في ليبيا وجهود الاتحاد الأفريقي في هذا السياق تم خلال اللقاء استعراض الاتصالات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز العملية السياسية بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيود وزير التغير المناخي والبيئة والوفد المرافق له قامت قناة الضخرة بتسجيل الحلقة الخامسة من البرنامج العلمي الرائد نجوم الابتكار حيث تفاعل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيود مناقشا الفرق المنافسة أو المتنافسة من طلاب المدارس الثانوية الفنية ومعاهد تكنولوجيا تطبيقية على خشبة مسرح نجوم الابتكار أثناء عرض هذه المشاريع على نجنة تحكيم البرنامج مشيدا بإبداعات الشباب الاماراتي الوعد فعلا لاحظنا نخبة من الابتكارات من طلبتنا الاماراتيين على مستوى الدولة مشاريع فعلا تبرز ريالة المعرفة والقراءة والابتكار في دولتنا الحبيبة الطلبة فعلا منبع للفخر وللعزة لتطوير الأفكار اللي فعلا تخدم مجتمعنا لاحظ أربع مشاريع مشاريع فعلا لها تأثير كبير على المجتمع أكثر من ما أنه لها المردود التجاري المشاريع البيئية المردود لها المحافظة على الغذاء اللي بيكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي في الدولة مشاريع تحليط المياه واستقطاب المياه عن طريق الألواح الشمسية فعلا لها تأثير كبير بخفض التكاليف على المزارعين والتكاليف الموجودة في المناطق البعيدة وننوه للمشاهدين أن برنامج نجوم الابتكار هو برنامج علمي يركز على اختراعات وابتكارات طلاب وطالبات الوطن يبث على شاشة قناة الضفرة كل يوم ثلاثاء الساعة الخامسة في الشأن اليمني أكد الرئيس اليمني عبد الربا منصور هادي أن اليمن أصبح أكثر أمانا اليوم بعد عام من عصفة الحزم والعزم بعد أن تحولت قوى التمرد والانقلاب إلى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة جاء ذلك في مقال نشره الرئيس هادي على صفحته الخاصة يوم أمس السبت على موقع تواصل اجتماعي الفيسبوك وقال الرئيس اليمني اليوم يتعزز دور الجيش الوطني ويتماسك المجتمع مقاومة للانقلاب ورافضا للتمرد والفوضى رغم التحديات التي تضعها تلك العصابات والجماعات الإرهابية المرتبطة بها والتي تتولى إرهاب المحافظات المحررة بعملياتها الإجرابية الجبانة مضيفا بأن التحالف العربي لدعم الشرعي الذي قاده بكفاءة واقتدار صاحب الحزم والعزم خادم الحرمين الشارفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومعه جميع شقائه من قادة التحالف قد أظهر مقدارا عاليا من القوة والاقتدار المقرون بالالتزام الأخلاقي والإنسانية في مواجهة ذلك الخطر الذي لا يستهدف اليمن فقط ولكن المنطقة جمعة وآلفت أيضا إلى أن النزعة المريضة لقادة الميليشي الانقلابية قد وضعت الشعب اليمني والوطن كله تحت لهيب النيران والموت والقراب من قبل عصابات امتهنت الإجرام وتآمرت على الشعب الكريم الذي منحها الفضل والعرفان والغفران وفي السياق ذاته أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن أمس عدد من الفعاليات والمهرجانات بمناسبة الذكرى الأولى لعاصفة الحزم التي انطلقت قبل عام وأسمت في تحرير عدن والمحافظات المجورة من الميليشيات الانقلابية الحوثية والمخلوع الصالح أقيمت الألعاب النارية سماء محافظة مأرب وأعلنت أو علت الزغاريد ولا ناشيد أرجاء المحافظة احتفاء بالذكرى واحتضلت قاعة البترة في مدينة خورم مكسر في عدن مهرجانا فنيا وثقافيا بمناسبة الذكرى الأولى لعاصفة الحزم ألقيت فيها عددا من الكلمات التي عبرت عن شكر وتقدير أبناء عدن لقوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التي كان لها الدور البارز في إنقاذ عدن والمحافظات الجنوبية من بطش الانقلابيين اقتصاديا سوق أبوظبي يتراجع للجلسة الثانية كما وسجل سوق دبي أكبر خسارة يومية في تسع جلسات نتابع رياضيا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايدال الهيان ممثل الحاكم في المطاقة الغربية تنطلق الدورة السادسة والعشرين من رالي أبوظبي الصحراوي في الفترة من الثاني إلى السابع برير المقبل حيث يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة لسيارات فيا والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية فيه يستعد السائقان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي والقطر ناصر العطية للمشاركة والتتويج بلقب رالي أبوظبي الصحراوي الذي ينطلق الأسبوع القادم في صحراء المنطقة الغربية في العاصمة أبوظبي حيث يصنفان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدورة السادسة والعشرين للرالي يذكر أن رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق بجولة استعراضية خاصة من حلبة الفرسان في العاصمة يوم السبت الثاني إبريل المقبل قبل التوجه للصحراء القريبة من الربع الخالي لخوض خمسة أيام من المراحل الصحراوية حيث يختتم الرالي فعاليته أو يختتم الرالي فعاليته في حلبة مرسياس في السابع من أبريل إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم ترجمة نانسي قنقر نهاية النشرة أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر